شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين يتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادية وتطوير قدرات الانتاج الصناعي والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين إضافة إلى تعاون في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسية الناشئة